الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت برينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقي لأمام إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخلال استقباله وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكن أكد الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين من جانبه أعرب بلينكن عن تقدير بلاده للجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني يستضيف الأردن اليوم مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأردن ومصر والأمم المتحدة وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ويشارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكن ويستهدف استدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين وأولويات التعافي رحبت مصر بالقرار الصادري عن مجلس الأمن الدولي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من تبادل للأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودت النازحين بشكل آمن إلى منازلهم فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الانتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع داعية كلا من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط وفقا مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوتا واحد وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توميس جرينفيلد في كلمة لها في مجلس في جلسة مساء أمس التي خصصت للتصويت على مشروع القرار أن بلادها عملت مع مصر وقطر لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط كافة المتعلقة بالمقترح الحالي موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وأضافت أن الفلسطينيين يدفعون الثمن وأن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذ بالتدهور استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى أن ثلاثة شهداء من بينين طفلان وعدد من الجرحة وصلوا المستشفى إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في منطقة الزويدة وسط القطاع علن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية على وقع ارتفاع وطيرة الهجمات المتبادلة مؤخرا وأوضح حزب الله أن طائرة المسيرة التي أسقطها من نوع هيرمز 900 وكانت مسلحة بصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات على البلدات الجنوبية وتعد تلك الطائرة هي الخامسة من نوعها التي يسقطها حزب الله خلال الأشهر الماضية كما استهدف حزب الله الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم والسماقة بتلال كفرشوبا المحتلة يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك كلمة أمام الناخبين اليوم من المرتقب أن يعيدهم فيها بالأمن المالي ويكشف عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في الرابع من يوليو اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل مع نيابيساو بهدف لكل منهما على الساد الرابع والعشرين من سبتمبر في الدولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 تقدم مامو بالدو لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقيقة السبعين بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول بينما ارتفع رصيده منتخب نيابيساو إلى ست نقاط انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل